اهلا بكم الى مجز اخبار الان سمع دوي انفجارات في محافظة درعا جراء قصف شنته قوات الاسد على مواقع في المدينة مع اقتراب بدء تطبيق الهدنة جنوب سوريا وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان اشتباكات بين قوات النظام ومسلحين موالين لها وفصائل المعارضة اندلعت في محيط مدينة البعث وبلدة الصمدانية الغربية بالتزامن مع غارات شنتها طائرات منوحية تضمنت 16 برميل متفجرا استهدف منطقتين عدت الادارة الامريكية ان الاتفاق حول انشاء منطقة خط التصعيد في جنوب سوريا يمثل خطوة نحو تحقيق السلام في كل انحاء البلاد واكد مستشار الامر القومي الامريكي هيربيرت ماتماسر ان البيت الابيض متحمس للتقدم الذي تحقق مع روسيا والاردن بشأن منطقة وقف اطلاق النار في درعا والقنيترا والسويداء لافتا الى ان ذلك يعد اولوية بالنسبة للولايات المتحدة اوشكت السلطات العراقية على اعلان النصر النهائي في معركتها لاستعادة مدينة الموصل من داعش وقال مدير مركز العمليات المشتركة بالجيش الامريكي ان هذا الانتصار بات وشيكا جدا مؤكدا ان المتطرفين الذين بقوا في المدينة يقاتلون في منطقة صغيرة جدا في البلدة القديمة المجاورة لنهر دجلة استقبل الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ضبي المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية الذي يزور الامارات وهن الشيخ محمد بن زايد المشير حفتر بتطهير مدينة بن غازي من التنظيمات الارهابية مؤكدا وقوف الامارات الى جانب الشعب الليبي ودعم خياراته اعلن خفر السواحل الليبي ان خمسة وثلاثين مهاجرا بينهم سبعة اطفال باتوا في عدد المفقودين بعد غرق قاربهم من وطاطي قبل تسواحل ليبيا واوضحت مصادر ان المهاجرين الذين انقذوا معظمهم من دول افريقية بلغ السربي نوفات جيوكوفيتش دور الستة عشر من بطولة ويمبلدن للتنس بعد فوزه على اللادفي ارنس جولبس بثلاث مجموعات من دون رد بواقع ستة اربعة ستة واحد وسبعة لستة كما تأهل السويسري روجي فدرير بعد فوزه على الالماني ميشا زفيريف بثلاث مجموعات من دون مقابل بواقع سبعة ستة ستة اربعة وستة لأربعة نهاية المجاز الى اللقاء